ما هو الكركم؟ ينتمي الكركم إلى عائلة الزنجبيل وخواصها التي تساعد على الشفاء موجودة في ساقه في نفس الجزء الذي يكسب الطعام اللون والمذاق ويستخدم في صورته الطازجة والمجففة والمطحونة كذلك يساعد الكركم في علاج العديد من المشاكل مثل اكتئاب، عسر الخضم، انتفاخ البطن، التهاب المفاصل وحتى تسكين الألام وشفاء الجروح وغيرها الكثير للمزيد عن هذا الموضوع فواد الكركم تنضم إلينا الصيدلانية وخبيرة المكملات الغذائية سمر بدوي صباح الخير يا صباح الخير صباح الورد، هلا كيف حالك؟ أهلا، هلا حالك، كيف حالك، سريع التأخير إذن من عائلة الزنجبيل نعم، يعني في نفس الفوائد، في بعض الفوائد المشتركة بين الكركم والزنجبيل ولا الفوائد الكركم أكثر أقل؟ لا، هلا، طبعا فيه، كونه من عائلة الزنجبيل أكيد فيه قواسم مشتركة للفائدة بشكل عام أهمها الفائدة الدورة الدموية، اللي هي تنشيط الدورة الدموية أنه الناحية الثانية بالنسبة للكركم، الكركم بفيد كمان بعملية تميوعة الدم يعني الأشخاص اللي بيعانوا من تجلطات متعددة أوكي؟ أو تخثر فيها فممكن إنه إحنا طبعا ممكن إحنا ندعمهم بشوية كركم بشكل إنه معلقة متوازنة يوميا أو بشكل كابسولات متل ما إحنا شايفين هون لأن الكركم هلأ حاليا بالدراسات يفترض إنه لا يتجاوز عن واحد إلى تلاتة جرام تقريبا باليوم أوكي؟ فهذا شيء المفروض إنه نلتزم طبعا نلتزم بالجرام بيش؟ الاكثار منه الاكثار منه متل ما حكينا هو مميع الاكثار ممكن يسبب لا سمح الله بالمدى البعيد عملية نزف داخلي بدون ما يشعر الشخص هذا إذا كان الاكثار منه النقطة التانية فيه إله محاذير كمان متل ما إله منافع خليني هقول المحاذير بداية عشان العالم تعرف تماما مش كل شيء طبيعي هذا بيعني إنه هو آمن لا يفترض نعرف الجانب الآخر الكركم لا يعطى للحامل نهائيا لا يعطى للمرضع ببداية حالة الرضاعة النقطة التالتة لا يعطى للأشخاص لا ينصح فيه للأشخاص اللي بياخدوا مواد مميعة مثل الورفارين والأسبرين يا إما بتعتمد على الكركم يا إما بتعتمد على الأسبرين تمام؟ يعني هاي نقطة كتير مهمة لازم نعرف يعني إيش يعني يحاسب مثلا إذا طلب أكل ما هو يعني يستخدم في الطبخ آه لا مثلا الأكل الهندي أيوة لا الأكل شيء أنا عم بتكلم كمكمل غدائي آه كمكمل ككبسو يكون فيه بداخله إعيار محدد ما بين 1 إلى 3 جرام لكن بالأمور الثانية العادية الطبخ والآخرية هذا عادي عادة أين استخدم في الطبخ؟ بالطبخ بالرز طبعا اللي بيستخدمه أكتر إشي المطابخ الصينية والهندية إحنا كبلاد عربية دخل الكركم من زمان طبعا عننا لكن معروف عننا أنه إحنا بحطوه فقط للون لتلوين الرز لكن لا هو إله فوائد كتير أهمها أنا خليني أحمل المعالق خصوصي لأنه بدي شغلة أجرب لكم إياها كيفية كشف الكركم الصح من الكركم الخطأ خليك لا إيدي هو ردي ريحته لا مش أنت اللي راح تكون اليوم هذه المرة لا ولا مهيرة أبدا أبدا بالصحن يا أخي نعم بالصحن أنا راح أحط هون 3 معالق أثناء ما أنا بحط لبن طبعا لأنه هو اللبن بيكشف اللون أكتر شي بالمواد هذه تمام وأنا أثناء ما عم بحط هون في عنا كركم مطحون جاهز هذا جبته جاهز وعنا هون نوعين من الكركم الأنثى والذكر شلون يعني نعم الكركم فيه له نوعين نوع الأنثى والنوع الذكري أوكي هلأ الاثنين لهم فوائد أكيد لكن إحنا عم نحكي هلأ كشف المادة الصحيحة من المادة اللي لأ هون طحنت أنا هاد لوحده راح أحط هون هون لحالها نفسي هلأ هذه الأنثى ولا الذكر هاي الذكر أوكي أنا أعطيني المعلقة عشان تورجيهم أكثر هي هيك بتيجي بهذا الشكل أسهل لإلك أوكي أوكي وهاي اللي هي الكركم الأنثوي في كتير أحيانا الناس بتخربت صح هي دارانات منسميها هي دارانات الكركم دارانات جزر الكركم أوكي هلأ حطينا إحنا هون لاحز معي حطينا هون الكركم وهون حطينا نفس الكمية من الأنثوي وهون حطيت الكمية المطحونة اللي أصلا موجودة بالسوق مطحونة هلأ شوف كيف الألوان راح تختلف مع بعضها هلأ هون إذا خلطناها بهذا الشكل اللون أعطى فاتح صح والحبوب الصغيرة المطحونة بقيت مثل ما هي تقريبا أوكي حتى بالذكري أما إذا جبنا وخلطناه شوف لاحز جيت أنا خلطته هون راح تلاحظ أنه اللون أخد بطريقة كتير كبيرة نفس الكمية رغم أنه هذا يعني أنه هذا في أصبغ وليس حر هذا مشكركم حر تمام؟ هذا مشكركم حر عشان هيك دائما بنصح وبقول يا جماعة أي شخص بدي يستخدم أي بهارات أو أي مادة يشتريها مثل ما هي وهو يطحنها في المنزل آه يعني مش مطحونة جاهزة ما يأخذها مطحونة جاهزة الأفضل لا إلا إذا عارف أنه مصدرها هندرد برسنت ولو فيها شوية تصبغة إيش المشكلة؟ لا ما هو في عندك أصبغ ما بصير تنحط في عندك ألوان وأنواع من الأصبغ ما بصير تنحط أوكي أوكي هلا الاستفادة من الكركم إذا الشخص رح ياخده مثلا عن طريق الطبخ إذا رح يضيفه لأكله أو نظامه الغذائي مش حبوب إيش أفضل الطرق لاستخدامه بشكل صحيح ويستفيد من الفوائد اللي ذكرتين؟ أكيد هلا الكركم فيه مادة زيتية طيارة إذا استخدم بطريقة كتير كبيرة على الغاز أو على النار بيفقد فعاليت وبياخد اللهم فقط لغير بعض الألياف والمادة الصوغية اللي فيه أوكي لكن مادة الكركم الروح الكركم نفسها ما بياخدها أوكي فعشان هيك يفترض إحنا حتى بعد ما نطبخ إحنا الرز أو أي مادة نحط الكركم عليه مباشرة نتناوله مش نخليه تعرض لدرجة حرارة كبيرة يعني ما ينطبخ على المادة؟ لا الأفضل إنه ما ينطبخ كتير مع هاي النقطة الثانية إنه الكركم كمان فيه إلوه استخدامات داخلية وخارجية داخليا للأشخاص اللي بعانوا من الربو يعني يستحسن إنه يستخدم معلقة صغيرة من الكركم بداخل كوب من الحليب الدافئ مساء قبل النوم بيساعد على تهدئة الربو ما بيجيب حرارة ممكن لا لا أبدا بالعكس الكركم أصلا من أحد الدراسات اللي فيه أحد الجامعات بالسعودية تحديدا اكتشفوا إنه الكركم يعالج ويساعد في علاج قرحة المعدة والإثنى عشري نعم هذه دراسات حديثة كتير أخدوها يعني عملوها عن الكركم والكركم كمان فيه عندنا بما إنه بيحتوي على مادة اسمها كركمين كركمين هاي مضادة للأكسادة بترفع جهاز المناعة بتخفف الكوليسترول بتخفف الضغط المرتفع يعني هو يمكن الوقت دهمنا احنا بدنا نعرف أكثر عن الموضوع لكن أكيد رح نعرف معاك بعد الحلقة وأيضا نكمل على السوشال ميديا طبعا كانت معنا الصيدلانية وخبيرة المكملات الغذائية سامر بدوي شكرا لتواجدك معنا أفوا أفوا سامر نستعرض معكم مشاهدين أبرز استعمالات الكركم وفوائده يحارب انتشار الخلايا السرطانية مفيد لحالات الروماتيزم والتهاب المفاصل مضاد طبيعي للالتهاب مفيد لحالات الربو ويأخذ مع الحليب الساخن يساهم في التخلص من تصبغات الجلد ترجمة نانسي قنقر شكرا